فائدة غير متوقعة للتسوق الإلكتروني أو شراء الطعام عبر الإنترنت إذ أشار مسح لمجلة التثقيف أو السلوك التغذوي الأمريكية أن الذين قاموا بشراء الطعام عبر الإنترنت أنفقوا أموال أقل على الوجبات السريعة مقارنة بالمرات التي تسوقوا فيها داخل المراكز التجارية وأضاف المسح أن هناك أسباب عدة تقف وراء هذا السلوك إذ يتيح التسوق عبر الإنترنت تجنب الإغراءات الغذائية التي تحفز إضافة عناصر غير ضرورية لم يتم التخطيط لشرائها مسبقا إلى سلة التسوق من جهة أخرى لم يستبعد الخبراء أن بائعي المنتجات الغذائية غير الصحية سيتجاهلون هذا الأمر إذ تتغير خططهم التسوقية كل عام للتأثير على المتسوقين في محاولة منهم لإغراء أكبر شريحة والإعلان عن أطعمة لا تجد رواجا كبيرا على الإنترنت في هيئة إعلانات تظهر بشكل متكرر على صفحات الإنترنت أو تقديم عروض منخفضة على الأسعار دراسة أخرى لجامعة ولاية نيوم مكسيكو أكدت أن استحاب الأصدقاء أو أفراد العائلة خلال التسوق قد يؤثر على السلوك الشرائي للفرد فوجود أفراد الأسرة بجوارك قد يحفزك على شراء المنتجات غير الضرورية وهو ما يدفع المتخصصين لإجراء بحوث إضافية بشأن أنماط التسوق عبر الإنترنت للأشخاص ذوي الدخل المنخفض معنا من دبي خبيرة التغذية رزان شوحات صباح كلب الخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم يا رزان صراحة أنا استغربت على هذه الدراسة لأن دائما كنا نتوقع وماخذين فكرة كذا أن تسوق الإلكتروني قد يكون ماهل نوعا ما بنظرة سلبية نظرا أن الواحد ماسك الأونلاين ويقعد يشتري طول الوقت ويمكن يشتري أشياء ما يحتاجها وبالتالي يكون فيه شرح في الشراء عادة لكن هذه الدراسة تأكد أن بالعكس الناس اللي بيشتروا بشكل إلكتروني أو أونلاين ممكن يشتروا أشياء صحية أكثر ويفكروا في الخيارات أكثر غير لما يكونوا في السوبرماركت أو لما يروح المكان ويبدأوا يجمعوا الأشياء ويلملموها غريب طبعا هلأ ممكن يكون غريب من ناحية بشكل عام لكن نحن إذا مندرس أكتر سلوك المستهلك وكيف أصلا بيصير تأثير الشراء في المتاجر منعرف أكتر ليش لما نحن نكون بالمتجر عم نشتري بكميات أكتر طيب ليش؟ فمنعرف ماها طبعا أنه حتى طريقة ترتيب ليش؟ هذا اللي ليش بدنا نحكيها هلأ منعرف دايما أنه حتى طريقة تصميم المتاجر بتكون لحتى تغري الشخص أنه يشتري أكتر فمثلا المدخل بمحل والمخرج بمحل آخر عشانيك إذا أنت دخلت السوبر ماركت حتى لو تشتري شي صغير رح تضطر تلف في كل المكان لا تطلعي ترجمة نانسي قنقر